مثل ما أرضوا الأمريكان من خلال وسائل إعلامهم من خلال وسائل إعلامنا أن صدام حسين وجد فيه حفرة يعني شنو بيت شنو تصلي شنو لزمت القرآن داريد أقرى القرآن هذه القصة يعرفوها كل الأراقين وإذا بالأمريكان يجون بعدين الأمريكان يقولون طلعنا من حفرة بشن الموضوع هو بيت لوم حفرة السيد جلال العراق فرضت عليه الحرب وفرض عليه الاحتلال وبالتالي على كل من يستطيع مقاومة هذا الاحتلال أن يقاوم في تلك الفترة وما بعدها العراق في حالة قتال مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الجيش الأمريكي ومنتحالف معه هذا حق مشروع بالقانون الدولي أنا رجل اختصاص بالقانون الدولي هذا حق مشروع شرعا وقانونا وعرفا الدول عندما تقع تحت الاحتلال تقاوم فالرئيس كان بعملية قتال أحنا كنا أنا عن نفسي كنت بالمغاوير ببحرة الأسماك كنا يعني أثناء القتال أو أثناء الحرب أو أثناء الهجومات نلجأ إلى ملاجئ ضد القصف يعني هي قدر مستطاع تحميك هل هذا يعيب أنا عندما تخفى أمام طائرة إيرانية أو أمام دبابة أو أمام مدفع إيراني هذا لا يعيب الرئيس بشر هو كان يقود المقاومة وكان علي ديمومة هذه المقاومة والاستمرار بدعمها فإذا تخفى ملجأ أو تخفى يعني بأي شكل الأرض تحمي دخيلها الرئيس كان بحاجة حرب أنا أيضا عندي معلومات أيضا عندي معلومات رح أقول لك بيها نعم فعلي بحاجة نسترسلها آن وياك بعد هذه الاستراحة القصيرة أحبة المشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود أهلا ومرحبا بكم من جديد ومرحبا بك يا دكتور خليل البعلومات التي عندي التي مر عليها أو حقيقة سمأتها أيضا من مصادر أخرى يقولون هذه الحفرة هي مو حفرة هي غرفة تؤدي إلى نفق وأنه هو صدام حسين والحماية اللي وياهم عافرية مسوين نفق للهروب فيما إذا كان الأمريكان يجون من النهار هم مأمنين زورق وإذا يجون من البر مأمنين ما أعرف شنو وسيلة نقل أخرى يمكن حصان ووسيلة نقل أخرى دراجة بخارية يعني ماطور فوين تضع هذه المعلومات هو الله يرحمه تكلم لي على اختيار هذا المكان أي بالتسعة وخمسين من ضرب عبد الكريم قاسم عبر من هذا المكان نفس المكان فباقي إلى رمزية قال لرمزية هذا المكان أنا اختارته وإلا كل البيوت العراقيين كلها كانت تترحب به بس قال هذا المكان إلى رمزية خاصة الرئيس أنا كما أسلفت بحالة حرب وكان يقود ما يعيبه إذا كان بملجأ أو كان بسرداب أو كان مكان محصن لأنه أمام طائرات وأمام دبابات وأمام مقمار صناعية والعدو يمتلك يعني ما لا يمتلك أي بلد بالمنطقة المكان اللي يتحصن به الرئيس هو ملجأ ضد القصف يعني ملجأ ضد القصف وسبق وإن داهموا من عفوا مقطوع كلامك بخير بعدنا بالعراق كانت الحكومة أيضا تطيق فلوس للي يبني ملجأ من الكونكريت يعني هو من هذا النوع لا هو ملجأ ضد القصف يعني ملجأ ضد القصف يعني ينزل به يتوقع يتحس بالقصف لأنه يتحس بالقصف وما نقل إلي يعني ما عرفت أنه الرئيس تم مداهمة هذا المكان ثلاث مرات قبل هذه المرة ونجم منها بهذا الملجأ بالملجأ ضد القصف وكانوا يلقوا لأثر يعني لما لا لا ما يلقوا لأثر يدورون عليه ما يلقوا يعني هذا المكان الأكثر تحصينا أولا ضد القصف ومكان مخفي وملجأ ضد القصف يعني إذن تم في الرواية الأمريكية اللي تقول أنه هي حفرة قد يكون هم يعني بلغتهم أو فهمهم أو بلهجتهم أو حسب أو مقصودة يعني مقصودة لسائل الرئيس يعني يبقى موضوع آخر أريد أوضح العراقيين موضوع ضرب غازات مسيلة الدموع أو غازات مخدرة ما لا صح على الإطلاق الرئيس من تم اعتقاله رادوا يصعد كانوا جايبين طائرتين بلاك هوك رادوا يصعد بالطائرة ما قبل مو هنا هم أكو سؤال يطرح نفسي دكتور يعني هم الكثير من الناس يتساءلون أنه ليش ما قاومهم الوضع اللي كان بيه ما كان يسمح لأني قاوم الوضع اللي كان بيه بعدين إذا قاوم يعني إذا قاوم وحسب ما هو قال قال الآن إذا كتلت جندي جنديين مية خمسين يعني شنو النتيجة بالأخير يعني هو قائد هو يقود لكن هو المحافظ يعني يجب عليه أن يحافظ على نفسه لهذه المرحلة الحساسة ولقيادة المقاومة فيها فما كان يعني شيري إذا قاوم يضرب لجنديين أو يكتل لضابط ما تؤدي النتيجة فمرادوا مرادوا وصعدوا بالطائرة ما قبل رفض فكانوا إياهم مفرزة طبية فزرقوا يعني ضربوا عبرة مخدرة وشالوا بالطائرة حقنوا بأبرة حقنوا بأبرة مخدرة ولذلك من طلع هو يقول هذا الكلام لا هذا النقل إليه من محافظ صلاح الدين ما سألته لا والله ما سألته بس قلت له يعني كان عليك واضح علامات التخدير والوضع قال آني يعني اعتدوا علي من طلعه من هذا المكان تم الاعتداء علي وهذه يعني شنو اعتداء ضرب يعني نعم المترجم العراقي اللي هو عنده الجنسية الأمريكية اعتدى علي وضربها وضربها بعض الضباط وهذا ما يعني مفخر لهم لأنه هو رجل أسير ورجل مجرد فبس هو هاي الأخلاقية الأمريكية للتعامل فمن طلعه بالمؤتمر يعني مع الطبيب كان يزيغ البصر ماله هو أثر هذا التخدير دكتور يعني أكو معلومة تقول أنه هو ما أظهروا للإعلام مباشرة بعد أن تم القابض علي وإنما بعد مرور فترة يلا أظهروا لي وسائل الإعلام ما قل لك شنو السبب ألقوا علي القبض يعني اعتقلوه الساعة تقريبا بحدود ساعة ثمانية بتوقيت بغداد يعني المغرب وأثناء البحث يعني بال خلي نقول الغرفة اللي ينام بيها كانت غرفة خاصة ينام بيها يعني أيضا هي مثل الملجأ غير الملجأ لا أي غير هذا الملجأ القصف غرفة إذن هو أنا حتى المشاهد الكريم يفهم أنه هو الملجأ جزء من البيت جزء من لا مو جزء من البيت ما لقي سنامك وأنه ما جزء من غرفة أخرى يعني غرفة قديمة ينام بيها اللي تتميها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر